قالت المصادر مطلعة في بغداد أن حزب السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر لن يتحالف في انتخابات مجالس المحافظات مع حزب تقدم وأضافت المصادر ذاتها أن الموقف جرى إبلاغه إلى جميع الأطراف السياسية التي تتفاوض حاليا لتشكيل تحالفات وأشارت إلى أن حزب السيادة سيدخل الانتخابات بعنوانه مع من يتحالف معه من أحزاب وشخصيات تتفق على برنامجه السياسي في المرحلة المقبلة ورؤاها في إدارة شؤون المحافظات وأشارت المصادر إلى أن اندماج حزبي وطن واستقرار في حزب السيادة الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي في الشرقاط كان مقدمة لاندماج وانضمام قوى وأحزاب أخرى بالطريقة ذاتها وأتوقعت أن يعلن حزب السيادة برنامجه السياسي الذي سيدخل به الانتخابات بعد شهر من الآن ترجمة نانسي قنقر